في إطار سعي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف العبء عن المواطنين أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف في المرحلة الجديدة من مبادرة المجتمع المدني لدعم السلع الغدائية للمواطن حيث توافد المواطنون على عربات المبادرة والتي تحتوي على العديد من السلع الغدائية بأسعار مخفضة في جنوب القاهرة في مناطق البستين ودار السلام موسيقى